أعلنت وزارة التعاون الدولي نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والعاملين على مدار الأشهر الماضية وذلك بالتنصيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لحج دعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي ودعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز مرونة وتنفسية الاقتصاد الكلي وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة تأسيسة ملكية الدولة وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنصيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها وفي إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنفسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال حيث كشفت الوزارة أن تلك الجهود أسفرت عن حجد تمويلات ميسارة بقيمة ملياري دولار بالتقريب